موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب مدارس المنتزه الخاصة أصطف الرابع الإفتدائي معاكم من مدارس المنتزه بسنورة سعيد النهارة بإذن الله يا حبايبي حنحل مع بعض نمازج الوزارة يلا بينا نبدأ تنظر الأوبئة بمخاطر صحية واجتماعية واقتصادية على نطاق واسع وقد يؤدي انتشار مرض معدن سريع الانتقال في أنحاء المعمورة إلى مقتل عشرات الملايين من الناس وتعطيل الحياة الاقتصادية وتغير المناخ والتوسع العمراني ونقص خدمات المياه والصرف الصحي كلها عوامل قد تسهم في تفشي أمراض كارثية سريعة الانتشار أول سؤال بيقول لي استخرج من الفكرة وطالما قال لي استخرج من الفكرة يبقى أركز كويس جدا أن أطلع كل المعاني أو المضاد أو المفرد أو الجمع من جوة الفكرة ما ينفعش أجيب حاجة من بره مراض في أمراض شديدة العدوى الأوبئة شون احنا كنا أخذين أن الأوبئة يعني الأمراض شديدة العدوى مفرد أمراض مرض مضاد بطيء سريع بيقول لي بعد كده ضع علامة صح أو خطأ أمام ما يلي قد تسبب الأوبئة في مقتل عشرات الملايين من البشر طبعا الإجابة دي صحيحة نقص خدمات المياه والصرف الصحي ليس له علاقة بانتشار الأمراض طبعا الإجابة دي إجابة خاطئة بيقول لي أذكر إحدى النتائج التي قد يحدثها انتشار وباء في العالم طبعا يؤدي إلى مقتل عشرات الملايين من الناس إلى تعطيل الحياة الاقتصادية تعالوا نشوف بعد كده أصبحت مصر بوابة المستقبل للطاقة المتجددة وبذلك تشجع على عمليات التنمية والاستثمار وتنويع مصادر الطاقة وبتناء اليوم أكبر دولة مصدرة للكهرباء ومن أشهر محطات توليد الكهرباء المحطة التي تقع في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر والتي تعد أكبر محطة بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات والقدرات المولدة منها كما تحتوي المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وأعادت تشغيلها بعد المرور وهي تقنية تستخدم لأول مرة في العالم استخرج من الفكرة مراضف سرنا بتنا ومضاد غير المتجددة المتجددة وجمع الطائر الطيور في السؤال اللي بعد كده بيقولي ده علامة صح أو خطأ أمام ما يلي أصبح ترتيب مصر الثاني عالميا بين الدول المصدرة للكهرباء طبعا الإجابة دي خاطئة تقع منطقة جبل الزيت على ساحل البحر المتوسط برضو دي غلط على البحر الأحمر أذكر إحدى المميزات التي ذكرت بالقطع عن محطة جبل الزيت طبعا تعد أكبر محطة بالعالم من حيث المساحة وعدد التوربينات طبعا عنوان مناسب ممكن أقول محطة جبل الزيت في القطع اللي بعد كده سنة ربعة بيقولي نتجة عن التكنولوجيا تطور ملحوظ في مجال التعليم والتعلم وذلك بدءا من اختراع الورق والأقلام وصولا إلى مرحلة الطباعة والتسجيل والتصوير إضافة للحاسوب الذي أصبح أقوى التقنيات في هذا المجال وشاشات العرض المتنوعة والفيديو وغيرها لكن كما لها كثير من الإيجابيات فلها العديد من المساوئ والعيوب التي علينا أن نقاومها كالأخبار غير الموثقة وانتهاك الخصوصية وضعف العلاقات الإجتماعية وأن نستخدمها بحذر شديد استخرج من الفكرة مراضف نواجهها نقاومها مضاد السلبيات الإيجابيات جمع العلاقة العلاقات ضع علامة صح أو خطأ أمام ما يليه أصبح الحاسوب من أقوى التقنيات في مجال التعليم الإجابة دي طبعا إجابة صحيحة من مساوئ التكنولوجيا ضعف الترابط بين أفراد الأسرة الإجابة دي بردوء صحيحة لأن فعلا من العيوب الكبيرة اللي بتسببها التكنولوجيا ضعف الترابط بين أفراد الأسرة أذكر إحدى السلبيات للتكنولوجيا طبعا فيها أخبار غير موثقة انتهاك خصوصية ضعف الترابط الأسري ضع عنوانا مناسبا للفكرة إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا يلا بعد كده بقى بيقولي اقرأ ثم أجب تخرج من الجامعة ولم ينتظر الوظيفة الحكومية فاشترك مع بعض زملائه واتجهوا إلى الصحراء الواسعة فمنحتهم الدولة قطعة أرض ليقوموا باستصلاحها وزراعتها واجتهدوا وأتقنوا عملهم ونجح المشروع فنفعوا وطنهم وأصبحوا من الأثرياء يعني الأغنياء معنى الأثرياء يعني الأغنياء مضاد نجحة فشلة ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة الصحراء لا قيمة ولا نفع لها طبعا الإجابة دي إجابة خاطئة نجح الشباب في مشروعهم وحققوا أرباحا كثيرة الإجابة دي صحيحة كيف حصل الشاب وزملاء وعلى الأرض كما فهمت من القطعة منحتهم الدولة قطعة أرض تهتم المدرسة بالتربية الخلقية فتحرص على غرس الأخلاق الفاضلة من خلال الأنشطة المتنوعة التي تشجع التلاميذ على اكتساب الصفات الكريمة وتشجع المهذب منهم بإعطائه جائزة السلوك الحميد تخير الصواب مما بين القوسين تشير الفقرة إلى اهتمام المدرسة بالتربية طبعا الخلقية أهم حاجة الأخلاق يا ولاد تشجع المدرسة المهذب بإعطائه وسيما ولا شهادة ولا جائزة طبعا قال لي في الفقرة دي جائزة طيب مفرد الأخلاق الخلق مضاد الحميد الذميم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة تربي المدرسة أبنائها على الصفات الذميمة طبعا الإجابة دي إجابة خاطئة عكس كده تماما يعني تشجع المدرسة المهذبين صح على ما تربي المدرسة أبنائها كما فهمت من العبارة تربيهم على الأخلاق الفاضلة اللي بعد كده بيقول لي اقرأ ثم أجب النظام سر نجاح الدول المتقدمة لأنه يوفر الوقت والجهد لذا عليك أيها التلميذ أن تجعل النظام شعارا لك في حياتك في كل شيء حتى ترقى وترتقي بك بلادك فالدول المنظمة هي التي تسعى للتقدم السؤال الأوليني بيقول لي مضاد كلمة النظام الفوضى ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة يجب علينا أن نجعل النظام شعارا لنا إجابة صحيحة الفوضى تؤدي إلى التقدم واللقي طبعا غلط النظام ما سبب تقدم الدول كما الدول كما فهمت من العبارة طبعا النظام هو سبب تقدم الدول اقرأ ثم أجب نحن العرب نسعى جاهدين إلى تحقيق السلام ولم نغلق بابا من أبوابه ونواجه كل الصعوب والتحديات من أجل تحقيق السلام العادل فإننا شعوب محبة للسلام تنبذ العنف وأيدينا ممدودة بالسلام لأن الحروب أداة تدمير وتهديد لمستقبل الشعوب تخير السواب مراضف تنبذ يعني ترفض مضاد كلمة السلام الحرب ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة الشعوب العربية لا تقبل السلام طبعا الإجابة دي خاطئة الحروب تدمر الشعوب الإجابة دي إجابة صحيحة تسعى الشعوب العربية إلى تحقيق طبعا السلام العادل تواجه الشعوب العربية نقط ونقط من أجل تحقيق السلام طبعا الصعوب والتحديات السؤال التاني بقى يا ولاد بيكون عبارة عن النصوص المتحررة اقرأ ثم أجب العلم نور بين أيدي المرء في كل المطالب والجهل أشبه بالظلام يحفه من كل جانب العلم يعف المرء في الأعمال من ثقة للمتاعب اختر الصواب للكلمة التي تحتها خط يحف بتسلق الجبال الكثير من المخاطر طبعا يحف بمعنى يحيطه صرته بجانب الطريق جمع كلمة جانب جوانب لابد من وجود ثقل بالرافعة مضاد كلمة ثقل خفة أكمل هات من الأبيات كلمات لها نفس النهاية المطالب المتاعب تخير العلم نور طبعا التعبير ده تعبير مجازي وثقل المتاعب أيضا تعبير مجازي لو قال لي مثلا أحط عنوان مناسب للأبيات دي هقول له العلم نوره النص اللي بعد كده بيقولي إيه؟ العلم للمجد باب يمن يروم الدخولة والحر للمجد يسعى ويصهر الليلة طولة تعالوا نشوف الأسئلة اللي عليها بيقولي لو للعولة ما ساهرنا بالجد ليلا طاويلة اختر الصواب للكلمة التي تحتها خط كلمة المجد يعني الشرف بوابة الدخول عكس الدخول الخروج أهل مصر يتسمون بالجد مضاد الجد الكسل هات من الأبيات كلمة لها نفس نهاية الدخولة كلمة طولة طيب العلم للمجد باب تعبير ده طبعا مجازي العلم مش باب ساهرنا بالجد ليلا طاويلة ده تعبير حقيق لإن احنا فعلا بنصخر عشان نذاكر ضع عنوانا مناسبا للأبيات ممكن أقول العلم برضو نور أو فوائد العلم أو أهمية العلم أو العلم واجبنا نحو العلم كل العنوين ديت يا سنة رابعة عنوين صحيحة شكرا لكم طلابي على حسن استماعيكم موسيقى موسيقى